الاهلي ايد في قائمة الافريقية زي ما احنا عارفين محمد عبد المنعم في يناير محمد عبد المنعم نجح النادي الاهلي بالاتفاق مع ادارة فيوتشر المحترمة على استعادة لاعب الاهلي محمد عبد المنعم وبالتالي اللايحة كان بتقول ان الكل نادي برضو ليتثقافة الرياضية له سبع لاعبين في يناير النادي الاهلي كان ايد ستة في يناير افريقيا اللي هو بيرسيتاو ومكسيوني وحسام حسن واحمد عبدالقادر وعمار حمدي وكريم فؤاد اضاف محمد عبد المنعم بقى هو اللاعب السابع في قائمة النادي الافريقي كان في مران للنادي الاهلي النهاردة شارك فيه علي معلول بعد خضوع لفحص طبي قبل انطلاق المران والتأكد من جهازياته كان عنده كدمة كده قوية في الكاحل اثناء مباراة الهلال السعودي ادى الاهلي المران على ملعب التيتش اجتمل على فقرة تدريبات احماء تحت قيادة كابيلو مخطط الاحمال ثم اجرى جهاز الفني تأسيمه بالكور برستاو واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق عمل جاري حول الملعب بعد الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة في المشاركة الجماعية بعد التعافيه بشكل تام من اصابة العضل الامامية لكن طبعا مش هيشارك في لقاء الجمعة على ما اعتقد بالنسبة للشناوي محمد الشناوي هو تعافى من الاصابة خلاص وشارك النهاردة في المران لكن اكتفى بخوط تدريبات بدنية خفيفة ثم تدريبات بالكورة مع باقي حراس المرمى تحت اشراف ميشيل يانكون لكن ما شاركش في التأسيمة واتصور انه هو مش هيلعب مباراة الهلال علي لطفي هو اللي يلعب ده رأيانا الشخصي لانه الشناوي مش محتاجين استعجال استعجلنا وكانت النتيجة شفناها وعلي لطفي حارس ممتاز فيش مشكلة اطلاقا يعني طبعا كلنا تأكدنا ايضا من غياب ايمن اشرف وطبعا ده خسارة الحقيقة يعني ايمن كان اتعرض للطرد خلال مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي واحد يقول لي طب ما البالميراس وكاس عالم الاندية ودوري ابطال افريقا لا كله منفض على بعضه لوائح البطولة بتنص على ايقاف اللاعب اللي يتعرض للطرد المباشر لمدة مبارتين ويسري هذا الامر على البطولة القرية للفريق بشرط طبعا كل حاكم في تقريره قال ان الطرد لسلوك غير رياضي ايمن اشرف كلنا عارفين انه غياب عن مباراة الهلال السعودي وسيغيب عن مباراة الهلال السوداني ايضا بكرا ان شاء الله ازا ما قلت لحضراتكم على متن طائرة خاصة سيغادر الفريق بعثة تخضع لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا او خلاص النهاردة عملونهم المسحة والرحلة ان شاء الله بكرا بمشيئة الرحمن عبر طائرة خاصة علن تعود البعثة بعد انتهاء المباراة مباشرة استعدادا لمباراة سانداونز الجنوب الافريقي في القاهرة في القاهرة ده فيما يتعلق بهذا الامر طبعا قبل مواجهة النادي الاهلي وفقا للهلال السوداني النهاردة الاتحاد السوداني اعلن تأجيل مباراة الاهلي مع فريق كوبر في منافسات الدوري المحلي عشان يدي فرصة للهلال السوداني ان يستعد بقوة للنادي الاهلي وبحسب ما قالته صحيفة كافروتر السودانية الاتحاد السوداني فضل تأجيل مباراة الهلال عشان يدي راحة كاملة لفريق الهلال وكمان الاتحاد السوداني اجل مباراة المريخ ونادي توتي او توتي عشان المريخ عنده سانداونز ايضا في البطولة ذاته كلام محترم جدا 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 ترجمة نانسي قنقر